أما على مستوى السلاء فقد سيطر اللون الأحمر على أسعار الطاقة والمعادن النفيسة في مرتفعة العملات الرقمية هبطت أسعار النفط بنسبة بلغت 64 من المئة في المئة ليسجل سعر الأقودة الفورية لخام برينت إلى 82 دولار و14 سنة للبرميلة الواحد تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين اليوم سدور البيانات الرسمية للمغزونات الأمريكية بعدما أظهرت تقديرات معهد البترول زيادة المغزونات بأكثر من 8 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي الأمر الذي خفف من آثار الأنباء المتداولة حول دراسة أوبك بلاس تمديد التخفيضات التوعية للإمدادات أما على مستوى المعادن النفيسة فقد انخفضت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم ليغبت سعر المعضن الأصفر بنسبة 24 من المئة في المئة عند 2039 دولارا للأوقية وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء مع ترقب المستثمرين اليوم سدور القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي ذلك قبل يوم من بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصية على صعيد العملات الرقمية فقد سجلت مكاسب جمعية اليوم وصعدت عملة البيتكوين بنسبة بلغت 5.42% لتغلق كرب مستوى 60 ألف دولار وعززت أسعار العملات المشفرة مكاسبها خلال تعاملات الأربعاء خاصة البيتكوين مع تفاؤل المستثمرين باقتراب موعد حدث تصنيف معدل تعديل العملة الإقبال على الصندوق الفورية المتداولة لتتجاوز القيمة السوقية للعملات المشفرة تريليوني دولار اشتركوا في القناة